السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء سبع أهب أغسطس القمر اليوم موجود في برج العذراء ورحض الموجود في برج العذراء لغاية الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة من صباح يوم الغد الخميس لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان القمر اليوم موجود في الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة السماك الأحزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتسليط القمر بما أنه موجود في برج العذراء اليوم معناته منظل على طبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقيق بكل شيء ومنكون منظمين جداً والناس في هاي الفترة بكون نادراً إنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي إلا أن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر بدكوا تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة وهذا هو أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أيضاً بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وسبع دقائق صباحاً بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وأربعة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلاً من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية لها تأثير تقريب السبع أيام ومستمرة سبع أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة وحدة وستة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتدفع بحضوظنا بصورة عامة بتقوي من إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف كما أن هذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإنكانية أنه يكوننا دور اجتماعي مهم ممكن البعض مننا يحقق نجاح في حياة المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها خلال هذا اليوم إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي طبيعي بهاي الأعضاء راجع الطبيب عندنا الأمعاء الدقيقة الأعور القلون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل ولكن الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح إلا إذا كانت اضطرارية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذرة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس اللي هو يوم الغد بيبدأ الساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش وبيستمر حتى تمام ساعة 9 و41 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام الساعة 5 و27 دقيقة صباحا نبدأ باليوم الرابع نسبة الإضاءة نتهاية اليوم 11% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 45% القمر في العذرة حتى يوم 8 ثمانية منتحس بنسبة 25% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 60% ساعة الظهر منتحس بنسبة 40% ساعة المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في العذرة بيتراجح حتى يوم 15 ثمانية منتحس الآن بنسبة 25% في ساعة الصباح يعني بصير سعيد بنسبة 5% ولكن نحوست التراجع بالضل مسيطرة الزهرة في العذرة حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزة حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزة حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك أيضا بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحدكم خلال هذا اليوم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الضغوط أو الأعباء أو الأعمال أو الالتزامات نظموا أعمالكم بشكل جيد وما تهملوا الواجبات وحاذروا من التبذير ممكن بعضكم يعالج بعض المسائل المالية وممكن تجدوا حلول بعض الأمور التي تتعلق بالفواتير المتوجبة عليكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع التي تراجعت في الأيام السابقة وصحوا حول الانطباع عنكم اثبتوا للمشككين قدراتكم وطاقتكم وما تستسلموا للضغوط حاولوا يعني أنك تحققوا إنجاز خلال هذا اليوم لأنه اليوم في بعض المزايا الممتازلة لكم رغم تراجع عطارد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم والاهتمام بالمسائل العائلية وبتجدوا تعاونوا اليوم من أفراد العائلة أهم شيء إنك تهدئ من روعك وتوقف شوي عن التفكير ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شيء إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بليون إتمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنشطوا بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب جدا لإجتياز امتحان أو مقابلة ولكن تراجع عطارد شوي بقولك إنه ما تعتمد على الحظ اعتمد على التركيز بتعززه اليوم لعلاقة مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء إنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد سلوب يعني شوي ممكن يزعل الناس منك وابتعد عن التحديات قدر الإمكان برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيفتح لكم مجال لفرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات متنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن اليوم بعضكم يناقش موضوع مالي أهم مش إنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأصدقاء والمعارف ممكن اليوم تحسم أمر أو تقرر على شيء جديد وبتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وبتنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامي من الكابة أو الإحباط خلال هذا اليوم فهي فترة طبعا معروف القمر في بيت المتاعب يعني إرهاق وتقاعص وابتعاد عن الأجواء فيبتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب وسأكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء ممكن يطلب منك اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة أو يتوجه لك دعوة مثلا أو تتاح لك فرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو حاول أنك تظهر نوع من أنواع الانفتاح والاهتمام برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتتلقى عرض أو بتجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن والجنة بالإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيامة لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة إلى التقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة أطلبي أرآئي الشريك قبل التمسك بقراراتك ما تعند برضو ممكن تنشغل بمسائل مالية ويكون في بعض المسائل الصحية أو العائلية استطعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء نكماته من التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أهم شيء أنه خلال هذا اليوم ما بنصح بإتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري لموليد برج الحوت بسبب تراجع أطارد مقابلكم في بيت الشراكة حادروا من توجيه كلام جارح أو نابية أو بغير محل لأي إن كان ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء